تتوقع الحكومة ارتفاع عداد سياح المبيت في الأردن خلال العام المقبل بنسبة 5% عن العام الحالي مع ارتفاع معدل إقامة السائح بحسب ما جاء بخطط وزارة السياحة والأثار في مشروع موازنة العام 2020 أرقام مؤشرات الأداء لوزارة السياحة توقعت أن يصل عدد سياح المبيت العام المقبل إلى 4.560.000 سائح مقابل 4.350.000 سائح في العام الحالي مع عدد تقدير مؤشراته في مشروع موازنة العام المقبل المعروض على مجلس النواب أما الدخل السياحي فيتوقع أن يرتفع إلى 4.700.000.000 دينار في العام المقبل مقابل تقديرات أولية للعام الحالي بحجم 4.180.000.000 دينار أي بزيادة نسبتها 12.5% تقريبا إلى ذلك رصدت الحكومة في مشروع موازنة العام المقبل مبلغ 14.5.000.000 دينار لدعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة وهو أقل مما حصلت عليه الهيئة بحسب الأرقام المعاد تقديرها للعام الحالي البالغ 12 مليون دينار ترجمة نانسي قنقر